بيان صادر عن جهاز المخابرات الوطني العراقي بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم بعد الاتكال على الله تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة من اعتقال أحد رؤوس الإرهاب العفنة التي أوغلت بدماء العراقيين في جرائم متعددة أبرزها جريمة مجمع الليث التجاري في منطقة الكرادة بتاريخ الثالث من تموز من العام 2016 المدعو غزوان علي حسين راشد الزوبعي والمكنة أبو عبيدة بغداد وهو أحد الهاربين من سجن أبغريب عام 2013 غزوان علي حسين راشد الزوبعي كونيتك بتنظيم؟ أبو عبيدة بغداد اعتقلون القوات العراقية الفين ودعش بعد حالون إلى سجن أبغريب وهربت من سجن أبغريب حيث باشر جهاز المخابرات منذ ذلك الوقت بجمع المعلومات وتحليلها وصولا إلى المسؤول المباشر عنها المدعو أبو عبيدة بغداد الذي تبين أنه يتنقل بين عدة دول وبعملية مخابراتية معقدة تمكن أبناء القوات الأمنية الأوفياء من إلقاء القبض على المتهم خارج العراق واقتياده إلى بغداد النصر والسلام لينال جزاءه العادل بما ارتكبت يداه ويلتحق بقادة الإرهاب الذين تساقطوا واحدا تلو الآخر على يد القوات الأمنية البطلة 2010-2011 كنا نستهدف القوات الأمنية عن طريق أرقام العجلات كانوا يزودون بأرقام الأرقام الحكومية كلنا نستهدف وخلال التحقيق اعترف المتهم بارتكابه سلسلة من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة العراقيين منذ انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي من بينها عمليات إرهابية نفذت في مدينة الموصل التي عمل فيها تحت ما يسمى جيش العسرة قبل أن ينتقل إلى بغداد ليختص بالتخطيط لعدة عمليات إرهابية وتجهيز العجلات المفخخة ونقلها من مناطق قريبة من جبل حمرين إلى بغداد كنا نقل المواد والأشخاص من الموصل إلى الحويجة بعض رحلة من الحويجة إلى جبال حمرين يعني العجلات ننقل العجلات من الحويجة إلى جبال حمرين تتوجه إلى بغداد وقد أدل المتهم باعترافات كاملة حول تجهيز ونقل الإرهابي أبو مهل عراقي في عجلة نوع ستاركس ثم تفجيرها في مجمع الليث التجاري في منطقة الكرادة بتاريخ الثالث من تموز من العام 2016 فضلا عن قيامه بالتخطيط والتنفيذ لعملية تفجير قرب مول النخيل في بغداد بتاريخ التاسع من أيلول من العام 2016 وتفجير آخر لعجلة مفخخة على السريع الدولي بمنطقة العدوانية وعملية أخرى في منطقة أبو تشير في تاريخ التاسع من آيار من العام 2017 وتفجير عجلة مفخخة أيضا بالقرب من مثلجات الفقمة بتاريخ الثلاثين من آيار من العام 2017 وتفجير عجلة بالقرب من هيئة التقاعد العامة باليوم نفسه واعترف أيضا بالتخطيط والتنفيذ لعملية استهدفت زوار الإمام الكاظم عليه السلام في مفرق الدورة بتاريخ الثاني من آيار من العام 2016 أبرزها كانت هي الستاركس اللي بالكرادة كان فيها استهدفت الكرادة والديارة اللي استهدفت الزوار اللي مفرق الدورة والدارة التقاعد والفقمة دزوا بيها انتحاريين وصلت إلى كرادة نفذ بيها الانتحاري وثاني يوم أو نفس اليوم تقريبا أم يندزوا الانتحار الثاني إلى مدية الشواكه وستهدفت مدية الشواكه وقد حاول المتهم التخفي داخل العراق قبل أن يخرج لتنقل في عدد من الدول الأخرى لكن جهاز المخابرات استمر بملحقته إلى حين اعتقاله واجلبه إلى بغداد ليواجه القصاص العادل شو بسوي لك شباب الكرادة ألف وخمسة كذا قلت ليش شنو ذنبهم عراقيين السوالك تانوا بديبا عن طابة ليش قلتهم ايش حصلت شنو حصلته زين شنو حصلته بس جاوبني شنو حصلته إقاب رب العالمين مين راح تروح له هاي بالدنيا فرحد أخذتهم ورقة ما ربتك أمك على الحلال والحرام ربتك على كتل الناس ما خفت من الله ما قلت ذلك الأمهات الربة والكبرى يموتون ولدهم وراء سنة وشهر يلقوهم وينجلطون ما خفت اشقلت الروحك اشقلت الضميرك وين ضميرك نعاهد شعبنا الكريم على أن نبقى عيونا ساهرة وصيوفا مشرعة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره وأن نلاحق في كل مكان داخل العراق وخارجه كل من سولت نفسه له سفك دماء الأبرياء وإرهاب المواطنين وزعزعة الاستقرار جهاز المخابرات الوطني العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر